شكله يشكل مؤلف الانتحار للسوسيولوجي إيميل دوركيم الصادر للعام 2.900 ألف مؤلفاً بارزاً في بحوث السوسيولوجيا والذي حاول من خلاله تخصي علاقة الفرض بمجتمع وتكمن أهميته بكونه يشير إلى أنه على الرغم من كون الأفراد يعتبرون أنفسهم دوات حرة في اختياراتهم وتصرفاتهم إلا أن أنماط سلوكهم وأفعالهم كثيراً ما يجري تشكيلها وصياغتها مجتمعياً الدراسة التي أجرى إيميل دوركيم تظهر أن الانتحار قد يبدو فعلاً وقرراً شخصياً محضاً غير أن الحقيقة السوسيولوجية تبين أن العالم الاجتماعي المحيط بالفرض له تأثير كبير في الإقدام على خطوة الانتحار إذا كانت الدراسات السابقة أشارت إلى دور العوامل الاجتماعية في ظاهرة الانتحار من قبيل نوع العرق، المناخ، الاضطرابات العقلية لتفسير ميل فرض ما للإقدام على خطوة الانتحار فإن إيميل دوركيم يصر على اعتبار أن الانتحار حقيقة اجتماعية لا يمكن تفسيرها إلا بحقائق اجتماعية أخرى فالانتحار في نظره ليس مجرد فعال فرضي وسلوك شخصي فقط بل يمثل ضاهرة تحمل في طياتها أنماط متعددة من الخصائص التي حاول التوقف عندها فكما هو معلوم أن السوسيولوجي الفرنسي إيميل دوركيم تميزت كتاباته بالطابع الجدالي والنقدي وسيرا على هذا النهج في الكتابة نجد كتاب الانتحار يقع في ثلاثة فصول الفصل الأول يتساءل خلاله عن معنى الانتحار من خلال مقاربة الأسباب الاجتماعية التي أفرزته متوقفا خلال هذا الفصل عند مستويات الانتحار الانتحار والحالات السيكولوجية الانتحار والحالات السيكولوجية السوية الانتحار والعوامل الكونية الانتحار والمحاكات في حين أن الفصل الثاني توقف خلاله إيميل دوركيم عند مقاربة النقلية على نقل التصورات السابقة التي وردت في الفصل الأول وهي التي اختار لها اسم الأسباب الاجتماعية للانتحار والتي توزعت على النقاط التالية منهج لتحديد الأسباب والنماذج الانتحار الأنانية الانتحار الغيري الانتحار الفوضوية الأشكال الفردية لمختلف نماذج الانتحار بينما في الفصل الثالث خصصه لأهم الخلاصات التي توصل إليها حيث عنوان هذا الفصل بالانتحار كظاهر اجتماعية بشكل عام وفيه يعرض لثلاثة نقاط أساسية العنصر الاجتماعي للانتحار علاقة الانتحار بالظاهر الاجتماعية الأخرى نتائج عملية وخلالها يطرح فيها الاقتراحات والحلول للخروج من معضلة الانتحار في فصله الأول المعنون بأنواع الانتحار قدم دوركيم خلال هذه الدراسة أنواع الانتحار بناء على درجة التكامل الاجتماعي داخل النسخ الاجتماعي وفصلها إلى أربعة مستويات الانتحار الأناني وهو النوع الذي ينتجر في المجتمعات التي يغيب فيها الرابط الاجتماعي تسود فيها الأنانية وهي المجتمعات التي يتملص فيها الفرض من كل القيم والمعايير الاجتماعية بحيث يسعى لإشباع حاجاته بعيدا عن المجتمع ويعكس هذا النوع من الانتحار انخفاض في درجة الانسجام والاندماج الاجتماعي لدى الفرض مما يؤدي به إلى الانتحار ويعد هذا النوع من أنواع المرضية يتعود نسبة المعدلات العالية في الانتحار الأناني غالبا إلى المجتمعات أو المجموعات التي يكون فيها الفرض غير مندمج تماما في الوحدة الاجتماعية الكبرى النوع الثاني وهو الانتحار الإيثاري أو الغيري وهو نمط إيجابي ويعتبر نقيضا للانتحار الأناني ويعبر عن درجة أقوى من الاندماج الاجتماعي فالفرض يكون مندمجا في المجتمع يكون مستعدا لتضحيته من أجل الآخرين في سياق حديثه على هذا النوع أكد إيميل دوركيم أنه عندما ينفصل الإنسان عن المجتمع ينتحر بكل سهولة فهو ينتحر أيضا عندما يكون مسرفا جدا في الاندماج في المجتمع ولفهم هذا النوع من الانتحار قدم دوركيم أمثلة من قبيل انتحار الزيجات بعد وفاة أزواجهم فإذا كانت معدلات الانتحار الأناني العالية ناتجة عن التمزق والاكتئاب الحزين فإن الزيادة في معدلات الانتحار الإثاري تأثي من الأمل لأنها تعتمد على الاعتقاد في التصور الجميل لما بعد هذه الحياة النوع الثالث وهو الانتحار اللامعياري الفوضوي أو الأنومي هذا النوع يعتبره إيميل دوركيم هو الآخر مرضي الاعتبار أنه لا يتوقف على درجة ارتباط أو اندماج الفرد في المجتمع وإنما يرتبط بسوء التنظيم الاجتماعي بحيث يفتقد فيه الفرد القيم والمحايير التي تشكل ضابطا له داخل المجتمع كما أنه يرتبط بافتقار الفرد للسلطة التي تتولى تنظيم مشاعره وأنشطته وأفعاله ومثل هذا النوع من الانتحار يحدث خلال حدوث تغير المفاجئ في المجتمع مثل الأزمات المالية والتوراث السياسية الانتحار القدري وهذا النوع أيضا يضعه دوركيم ضمن قائمة الانتحار المرضي يعد نقيدا للانتحار الفوضوي أو الأنومي حيث ينتج عن التنظيم المفرط داخل المجتمع فيعكس قدرا كبيرا من هيمنة وسيطرة المجتمع على الأفراد بحيث يصلح الفرد عديم الأهمية يكون دوره في المجتمع أهمشي وينتشر هذا النوع من الانتحار في المجتمعات الاستبتادية التي تقهر مواطنيها لتغيب فيها الحرية والحريات الفرضية بصفة عامة ووصف دوركيم الذين يرتكبون فعل الانتحار القدري أنهم أشخاص مستقبلهم مغلق بقسوة ونزواتهم خنقت بعنف عن طريق نظام قاري المثال التقليدي هو الرقيق الذي يقتل نفسه بسبب عدم الأمل المصاحب للضوابط القاهرة لكل أفعاله لا هذا بقضاب تلخيص جامع ومانع لكتاب الانتحار لكاتبه إيميل دوركيم لنا لقاء في حلقة مقبلة مع تلخيص لكتاب آخر